اه الفريق قومي انا زعلان منهم صراحة انا من انصار النقد الموضوعي وضد الشتيمة وضد الاساءة وضد اي حد نقول له اي حاجة ولكن انا مشكلتي معهم مش الهزيمة مشكلتي معهم روح الهزيمة اللي كانت مسيطرة عليهم بس يعني ما بشوف منتخب ايران منتخب المغرب ما هم خسروا وطلعوا برضو بس طلعين بشرف لان هم كلوا النجيلة موتوا نفسهم دي ما حستهاش في اللعبة بتاعتنا في البطولة دي بالذات ما عرفش ليه بقى حسيت بيه الا مبالاء او ان هم يعني هم اكتفوا بانجاز الوصول للبطولة ده كان سقفة وموح بالنسبة الناس كتير ان احنا بعد 28 سنة رجعنا جلازم نقاهل نفسيا ان احنا نرجع بقى بقوة لو جات لك فرصة وجات لك دعوة للسفر عشان تقايد الفريق زي مجموعة من الاعلامين والفانينين اللي راحوا كنت رحت اجابتي هتزعى الناس كتير لا بلاش انا بصر لا انا اتحرر يعني الامانة والحلال في اي حاجة انا لو مش احق بالدعوة دي او ان انا مش يعني في غير احق بيها لان انا شايف ان الدعوات دي كان اولى بيها قسر الشهداء انا كلعيب لو كنت شفت زوجة احمد منسي رفع صورته او ابنه حمزة واقف بصورة ابوه دي رسالة اقوى مليون مرة من انا شوف فنان فكان فيه ناس كتير او يحق من السادة الفنانين بالصفر مازل المستمرين مع حضراتكم مع نجم الاعلام